اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجومنا في الشوت الاولاني كان ابو الناصر تقريبا هو اللي قدر يستطيع يعني كان هو الجندي او هو من ناحيته بكمي دوتها قدرنا الشوت الاولاني ننهيه 22-17 لصالح تحت سكندري في فارق 5 الشوت التاني برضو خلص 51-36 يعني برضو فيه فارق 10 نقاط فتلع المجموعة الكلة بين الشوتين فارق 15 نقاط ده مش معنى ان احنا النهاردة 120 لا احنا كله بيقدي في حدود المتاح بالنسبة له لكن النقص العدد اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول طبعا واضح مباين في الفيرة كابتل طاهر يمكن برضو اجل حداك في موضوع مهم جدا وهو الوفنس اوفنس الاتحاد سكندري تحط فينا اوفنس او دفاعنا احنا في الشوت الاول تحط فينا 22 نقطة الغريبة كابتل ان الشوت التالي تحط فينا 29 نقطة وده رقم كبير جدا مش الطبيعي بتاعنا يعني في طبيعي بيبقى 20 ممكن 19-18 ولكن الاتحاد سكندري نجح يحط 29 بنت يمكن توفيق الكبير في 3 بنت بيدو طاهر كان موفق جدا جدا للدفنس الزون في اوقات شجعهم شجعهم ان هما يشوتوا فشاطوا فكانت النسبة زايد ان هما موفقين ان ده مش ملعبهم يعني هما مفروض ان نبقى احنا اكثر توفيقا على ملعب بس انا توقع يعني النسبة تاتا منتو دي مش هتبقى يعني الاتحاد مش ممكن يمشي بالنسبة دي حتى تاتو الرابح يعني صعب جدا موفقين جدا نسبة عالية نسبة عالية قوي النسبة عالية وخاصاتها من محمد طه لا ده حتى هيسم هيسم كمال ما نزل حتى كل تيتها تقول من نزل هيسم كمال ومؤمن دوجة برضك جاب واحدة فعموما يعني نسبتهم عالية جدا انا اعتقد ان هو طبعا هيحاول يوقف الديفنس وبعدين هما اللعبين بالاتحاد لعب على حاجتين ياما الشوتينج ثلاثة بونت وكان موافق فيه ياما الكرة بتنزل نتيجة الدروب اللي عندنا لان الاربعات اللي عندنا اللي بتمسك اسماعيل اقصر منه بس نجحنا في الاول بقى مانا بقى مانا يا كابتر يعني حاول يلعب عمر الجندي مرتين تحت الحلقة اسماعيل ما نجحش بس فيه كرتين ثلاثة برضك بس عمر الجندي مجهود اللي عمله في الاول طيب كابتر خلينا نستعرض الكرة اللي كان عليها ازمة اللي هي بتاعة البلوك اللي اتحسب طبعا ده يعني ما هو ده اللي كنا بنقوله قبل المباراة يعني مصطرة واحدة جوة جيم غريبة شوية معلش يا جماعة عيدونا الكرة البلوك اللي اتاخد لأبو الناصر والبلوك اللي اتاخد لنيوزلندي انا بس عايز اقول ايه احنا كنا قبل المطش بنقول انه هو مصطرة واحدة يا كابتر احنا عايزين جوة المطش مش بنقول بوه الدوري جوة المطش مصطرة واحدة يعني الكرة زي دي معلش عدهالي لا لا عدهالي بالراحة عدهالي بالراحة ليه لان هو الكرة الكرة طالما لمست المربع مش من حقك تشيلها الكرتين لمسوا المربع وكرتين اتشالوا لا ومش كده بس ويدوا تكنيكا الفاول نادي لأ يعني الكرة دي الحقيقة بص 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 بالراحة بقى دي لمست المربع ايه ارجع تاني ارجع تاني معلش ارجع تاني ارجع تاني بص بص اهي هو عزب حط الكرة في المربع خلاص وردت من المربع رحيسة مشايلة يعني راحت في المربع وردت من المربع رحيسة مشايلة دي كونت على طول طالما لمست المربع مش من حقق تشيلها كمدافعة اللغات ما تستقر. الناحية التانية كان نفس الكلام. عشان ايه. لمست المربع وردت. حتى بالزبط. وحتى مستر اجوزت بيعتربي اللهم يا جماعة دي نفس الكرة. يعني ماشي. يعني ما تحسبش الاتنين. يعني تحسب الاتنين. طب بأي منطق ما تحسبش دي وتحسب دي. يعني الكرة دي بأهو. دخل اهي لمست المربع وشناه. اختهى بالزبط. لا ومش كده بس لما اعترد تديلي تكنيك الفاول. طب ازاي. مش الكرة دي طبعا يعني. انا ما بقولش عن الكرة دي. ان هي السبب يع يعني في حاجة او هي هوا دول اربعة يعني دول اربعة بونت بسكت انت حطيتو اكيد مش قصدوهم بس ازاي يعني? المسطرة واحدة. يعني يعني معيار واحد. يعني لازم يكون فيه من جوه الجيم احنا مش طالبين. يا بص حتى اللعبة الاهلي انت حتى كحكم. ما خدتش بالك اللعبة بتعترض بشكل غريب بقى فيه حاجة مش مزبوطة. هي المشكلة في الكرة بتاعة الاهلي. اه. اللي تشالت وما تصفرتش. يعني اه. هي دي المشكلة. هي مش المشكلة في الكرة بتاعة الاتحاد. يعني كرة الاتحاد فعلا مش بسكت. اه بالزلط. بسكت سوي. وكورتنا بسكت. برافو عليك احنا ما بدونش صح. احنا بنقول ان هي الكرة بتاعة الاتحاد بسكت. بس الكرة بتاعة الاهلي بسكت. وما اخدش تكنيك الفاول. وفي نفس يعني ما فيش ده هجمة وراجع الهجمة نفسها. يعني انا بس يعني الحتة دي بجد يعني ده فيه متشار بتخلص بهم. اه. وانا بقول بأمانة يا كابتن بأمانة بصراحة يعني والله انا مش قصد حاجة. لو هيبقى الازمة بتاعة التحكيم كده ماشية. وفيه غلطات وفيه مش توفيش توفيق. نجيب حكام اجانب في النهاية. ايه المشكلة? ايه المشكلة يعني? ما البطولة العربية نجحت بحكام اجانب? شوفنا البطولة العربية كرة القدم حكام اجانب. ايه المشكلة? ايه المشكلة? عشان نضمن فيه مشتويات عالية في الملح. سواء الجهزة فنية ولعبين. طب اجيب حكام اجانب. فيش مشكلة خالص. فكرة. الكلام ده كان معمول في كرة قدم. بس في الاخر ابتدوا يلجأوا لان الحكام المصريين ترجع تاني. وبالذات في مطشاط الاهل والزمالك. انا انا شايف ان هي. يعني يحصل ساقل اكتر من كده. وتوعية الحكام بالحاجات اللي هي الهفوات اللي ممكن تفوتهم والغلطات دي. يعني هي مش مسألة تطبيق القانون بحذفيره. نعم. 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 لما تطبق روح القانون في برضك في اللعبة الباسكت ويبقى فيه الى حد ما تجانس من الثلاث حكام في الملعب بحيث ان الحكم الاول ينبه الحكمين اللي معاه ان فيه اخطاء اللي ممكن نقع فيها كذا وممكن دي تتعالج بانك تعمل الحل الفلاني او الكلام وممكن تبقى عن طريق برضك دراسات كلام كابتر كلام هو يعني اساس الموضوع اللي احنا بالتناقش فيه هو يعني انا برضا عايز اقول ليه اما انا في الحكامنا بخير والناس كويسة طبعا ومش مقصود لكن فيه نقطة مهمة جدا يعني يعني كورتينزة بعض اوكي بس فيه نقطة مهمة جدا برضو المدرب بشر لازم هيتدايق ولازم يكون الحكم لا ادينوا تكنيكا الفاول انا مشكلتي في التكنيكا الفاول اكتر من الكورت طيب كابتر اشان خلاص الوقت عادة خلينا نروح طبعا لأرض الملعب نتعالفاصل وبعد الفاصل هننطلق لأرض الملعب صارة تيميل عبدالله الفيصل ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان نطلق حضراتكم احداث الفترة الثالثة والربعة انتظرونا متاسبوش بعيدا موسيقى